من الشعر حكمة اتجول في الوطن العربي لأقرأ شعري للجمهور فانا مقتنع ان الشعر رغيف يخفز للجمهور وانا مقتنع منذ بدأ بان الاحرف اسماك وبان الماء هو الجمهور اتجول في الوطن العربي وليس معي الا دفتر يرسلني المخفر للمخفر يرميني العسكر للعسكر وانا لا احمل في جيبي الا عصفور لكن الضابط يوقفه ويريد جوازا للعصفور تحتاج الكلمة في وطني لجواز مرور ابقى مرميا ساعات ابقى مرميا ساعات منتظرا فرمان المأمور اتأمل في اكياس الرمل ودمعي في عيني بحور وامامي ارتفعت لافثة تتحدث عن وطن واحد تتحدث عن شعب واحد وانا كالجرذ هنا قاعد اتقيأ احزاني وادوس جميع شعارات الطبشور واظل على باب بلادي مرميا كالقدح المكسوب من الشعر حكمة اشتركوا في القناة توصل الى الشعب وكل دروب الحب توصل الى حلب صحيحا ان موعدي مع حلب تأخر ربع قرن وصحيحا ان النساء الجميلات لا يغفرن لرجل لا ذاكرة له صحيحا ان موعدي مع حلب تأخر ربع قرن وصحيحا ان النساء الجميلات لا يغفرن لرجل لا ذاكرة له ولا يتسامحن مع رجل لا ينظر في اوراق الرزنامة ولا يقدم لهن فروض العشق اليومي كل هذا صحيح ولكن النساء الجميلات وحلب واحدة منهن يعرفن ايضا ان الرجل الذي يبقى صامضا في نار العشق خمسا وعشرين سنة ويجيء ولو بعد خمس وعشرين سنة هو رجل يعرف كيف يحب ويعرف من يحب ربما لم اضع حلب على خريطة الشعرية وهذه احدى اكبر خطاياي ولكن حلب كانت دائما على خريطة عواطفي وكانت تختبئ في شرايينه كما يختبئ القحل في العين السوداء وكما يختبئ السكر في حبة العلم واليوم تنفجر الحلاوة كلها على فمي فلا اعرف من اين يبدأ الشعر ومن اين يبدأ النبيل ومن اين تبتدئ الشفة ومن اين تبتدئ القبلة ومن اين تبتدئ ذموعي ومن اين تبتدئ حلب لا اريد ان اتغزل بحلب كثيرا حتى لا تطمع ولا اريد ان اتكلم عن الحب بقدر ما اريد ان احب كلماتنا في الحب تقتل حبنا ان الحروف تموت حين تقال كل ما اريد ان اقول ان حب النساء وحب المدن قضاء وقدر وها انا ذا في حلب لأواجه قدرا من اجمل اقدام من الشعر حكمة